معمل أدوية سام الراء أو الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سام الراء اسم عرف بمنتوجاته الدوائية على مستوى العراق والشرق الأوساط وعلى الرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها هذه الشركة من عدم دعم وتعاون وكثرة منافسين وتسييد أدوية مستوردة ما زال العمل في شركة أدوية سام الراء قائما على مواكبة التطور والمستحدثات والمستجدات التي تمر ويعيشها العالم انتجت الشركة العديد من المستحضرات الجديدة إضافة إلى تعديل المستحضرات القديمة النماطية التي تنتجها الشركة من حيث التعبئ والتغليف شهدت ثورة رائعة في هذا المجال شركتنا كذلك في مجال جائحة كورونا أنتجنا العديد من المستحضرات التي لها دور في معالجة الفيروس مستحضر الأزثرو 250 و500 بتركيزين إضافة إلى المستحضر الروسي الساما فير وكذلك العديد من المعاقمات والأدوية التي لها دور مهمة في هذا الفيروس نتمنى من وزارة الصحة أن تكون داعمة للشركة وتسحل لنا الكثير من الأمور لكي تكون منتجاتنا تنزل إلى أسوق المحلية بسلاسة أكبر إدارة شركة يدوية ساما الراء وبعد توقف الكثير من معاملها بسبب الترك والإهمال وعدم وجود الداعم أكدت لقناة التغيير أن دخول المستورد وبلا رقابة أو رسوم ضريبية أثر بشكل كبير على المنتوج المحلي على الرغم من جودته وأمانه ومنافسته للمستورد فتح الحدود بشكل عشوائي أدى إلى دخول مختلف الأدوية هاي طبعا أثر بشكل كبير على صناعة الدوائية العراقية الآن أكوى الدولة تحاول تسوي قوائم حماية منتج وطني مع وزارة الصحة أكوى نهضة صناعة دوائية عراقية مو بس أدويتنا شركات محلية إلا أن العراق لازم بالمستقبل يأسس قاعدة صناعية دوائية قوية حتى يحقق الأمن الدوائي المستورد يجيك جاهز أنت ما منطلع على تفاصيل إنتاجها ولا البيئة الإنتاجية لمنتج بها فأكو تفاصيل كثيرة تخلي مستحضرنا أو دوانا أو علاجنا المنتج فيها مرة بالمقارنة مع المنتجات المستوردة أفضل وأكثر آمانا طلباتنا تحقيق حماية المنتج الوطني للمستحضرات التي نقدر ننتجها والتي نقدر نستوعب بها حتى ذا نسبة كبيرة من طاقة السود هذا في الشيء أساسي لتعزيز المبيعات وتحقيق الجدوى إقتصادية من عمل الشركات بعد أن كان من المتصدري الإنتاج كما ونوعا على مستوى الشرق الأوسط معمل أدوية سامراء ولأسباب اختلفت وتناقضت يتراجع لا حد أنه لا يجد السوق المحلية لصرف منتجاته من داخل معمل أدوية سامراء في راس الحسني التغيير تغيير 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 اشتركوا في القناة